18 سنة عجزت كل المفردات أن تصل إلى وصف دقيق لما نحن فيه وأسهل شيء هو أنك توصف الأشياء مثل ما هي ولكن حينما تتزاحم الأشياء ويكترفها أو تكترفها رائحة الموت المجاني الذي يخيم أو خيم على هذا البلد من مصيبة إلى أخرى ومن فاجعة إلى أشد منها ومن ضيم وألم إلى آخر وإحنا نسحل بصبرنا ويعنا ودعم نسأل ليش هذا اللي يصير بنا ومن المسؤول ومن السبب ومن المسبب وأحيانا ومن أسوأ أقدارنا أننا قبلنا بالموت والموت حق ولكن لا إنسان يرغب بالموت رد شيء واحد مرة وحدة بكل هذه الجرائم التي مرت على سنون طويلة قلونا هذا الكتال وقلونا هذا الكتال الشيطلب إذا مطلوبين نوفي وإذا علينا دياً ننطي ليش من تختصمون أو تختلفون أو لديكم مشاريع لازم إحنا نموت وليش نموت وإذا متنا ماذا ستكسبون هذا الذي جرى في ابن الخطيب لا أقول مختلفاً عن ما جرى ولكنه استكمالاً لمشهد حقير دنيء لقادة كانوا أكثر دناءة وجرماً من أفعالهم حالم مفجوع مفجوع بالذي حصل والذي حصل لا يثير الاستغراب بالنسبة لنا عراقيين لأنه قد كتب علينا الموت على يد هذه الثلة الخارجة عن القانون والخارجة عن الإنسانية مرتين حواظن الأطفال تحترك في مستشفى اليرمو ولليوم لا ندرب أبو علي ونندرب مسحاته العبارة أخذت وليدها وراحت على الشط ولليوم لا الولد ولا الابنية ولا الأب ولا الأم ما ندرب التحقيقات وين السيفور اللي انفجر بالكرادة بليلت العرفات وتفحمت الوليادات والابنيات وماتوا كلهم لليوم ما ندري ياهو الكتال هروب السجناء لحد الدامي ثلاثاء الدامي جريمة تهريب السجناء جريمة سبايكر شعد لكم وما تحتاجون أن أحدا يذكركم لأنكم أوغلتم في القتل وتلطخت أياديكم فماذا أنتم فاعلون غدا أو بعد غد أمام الله وأمام هذا الشعب المبتلى السابر المؤمن في كل مرة نعود لنتحدث عن الألم العراقي ولا نسمع منكم سواء هؤلاء الذين يتبارون في التغريدات وأنا البارحة بأحد من الأقروبات وحدة تقول للحبيبة تقولها لا أنا قد غردت قبلك فما بالكم وما بال تغريداتكم وما بال بياناتكم المتسوسة بالسمي ونحن شعب ينتظر أن نقدم أو تقدم قتلتنا إلى القضاء العادل لنعرف لماذا مشروع الموت مستمر والأدهى من هذا ولد أدهى من ذاك هذا الذي يستارض نفسه عند مهراق دمهم وعند موتهم ما كانوا حاضرين عندما كانوا يحتاجون إلى شيء من الرعاية جاءوهم وهم متفحمون محترقون تحت عنوان أن اشهدوا لي عند الأمير أنني قد كنت هنا أو كنت هناك وما أحوج لوجودك هنا أو لهناك اتحل تربط أنت هذا الملف يوجع للقلب قضية ابن الخطيب سيبقى جرحا غائرا في ضمير الإنسانية وبصمة عار في جميع كل الذين اشتغلوا في السياسة في العراق لعنة الله عليهم وعلى من ولاهم وعلى من يدافع عنهم والرحمة والخلود والغفران لهذا الشعب العظيم الذي ذاك به الموت ذرعا أنكم الله لمنتصرون بإرادة الله وسيرى الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون هذا المترجمات ترجمة نانسي قنقر